موسيقى صباح الخير بعد الحدث التاريخي أمس في الفاتيكان الأنظار مجددا إلى الداخل اللبناني الذي سينشغل من جديد بمسار الانتخابات الرئاسية وكذلك بمسار المطالب المعيشية صحف بيروت التي أبرزت هذه العنوين مجتمعة سنواكبها في حلقة اليوم من كلام بيروت مع الأب ريشار أبي صالح الأستاذ الجامعي فار أبي صالح من الجديد بسبحك بالخير أهلا وسهلا فيك بحدث الفاتيكان سنبدأ الحلقة وتحديدا من خلال كاريكاتور أرماو حمسي بجريدة النهار تحت عنوان إعلان قداسة البابا يحنى الثلاثة وعشرين والبابا يحنى بولوس الثانية رسب مدخنة الفاتيكان تتساعد منها هالتا قديسين شو بيعني الحدث مبارح بالفاتيكان وشو بيعني لبنان بشكل أدق بيعني أول شيء الكنيسة وما كانت ولكن كمان البشرية كلها يعني بمعنى أنه الإنسان فيه يكتمل بإنسانيته فيه يصير إنسان من أجل الجميع مثل ما بيقوله يعني وبتصور هاي هي الأداسة الأداسة أنك تكمل بإنسانيتك وتصير إنسانيتك هدية للناس اللي حدك كلهم سوا وشخصين نحن الكنيسة اعترفت أنه مثلهم حطتين مهمين بالكنيسة هو البابا يحنى الثلاث والعشرين يلي هو طلب إنعقاد مجمع فاتيكان التاني واللي كان الحدث الأبرز بتاريخ الكنيسة والبابا بولوس يحنى بولوس تاني يلي نحن بلبنان معنيين أكتر فيه لأنه زارنا وحبينا وحبنا وتزاوجت القلوب والعينين تشبكوا ودعس أرضنا وبعدنا بنذكروا يعني يمكن الشباب عمروا 17-18 سنة ما كتير بيذكروا لأنه عندهم بس نحن يلي من جيلنا والأصغر شوي بعدهم بيذكروا وحلو أنك تشوفي حدا الديس أنت عرفتيه شخصيا مش قريت عنه بالكتب يعني وأنت يمكن سلامت علي أو لمستيه قلت أنه الديسين أرثوا يعني إذن نقول تغيير أو نقلوا الكنيسة من مكان إلى آخر البابا يوحنى الـ 23 بماذا تميز بهذا نعم البابا يوحنى الـ 23 كان بقوله أنه كان كتير طيب وجاية من بيئة اجتماعية كتير متواضعة كان نعم وكان مبتسم وكان بقول اليوم شباب كول هاك يعني رايق ايه الوقت اللي كان جاية بعد البابا بيو ستانة عشر يلي كان كتير رجل أنوني ورجل هاك صار يمو وكانت الكنيسة صارت شوي هيك بعيدة عن قضايا المجتمع كأنها مكتفي بذاتها كأنه كنيسة منغلقة على أمورها مش منطلقة لالتزامات البشر واهتماماتهم فباق جاية البابا يوحنى الـ 23 قال الكنيسة لازم ترجع تحيد النظر بكتير من أمورها بكتير من تعاليمها وبكتير من طرق التزامة وسط العالم ومش نهايك لازم له مجمع مجمع عام وطلب ينعقد مجمع كان هو يعني كان هو من 63 إلى 65 إن عائد المجمع كان بمثابة العنوان الكبير لدخول الكنيسة حداثة القرن العشرين وما بعده وبعدنا عم نعيش بالحقيقة 60 سنة من سيمار بعزة البابا فرانسيس بالأمس وصف أو أعطاه عنوان البابا الطائع لروح الكدس شتهرة بأنه كان دائما يناجي الروح الكدس صحيح هو نحن منعتبر أنه إن عائد طلب إن عائد المجمع كان وقت اللي ما كان بعض في كتير استشارات من حوله من الكرادلة ومن المسؤولين معه يعني كنا بعد مش شايفين حدث جاية استبقوا هو بها لأنه من نعتبر أنه هالأرض كان متوع للروح الكدس كان يعرف يسمع يعني الهماته وكان رجل شجاع بالنهية ورطيبته كان فيه كفاية من الشجاعة والإقدام إنه يحط الكنيسة بمحل إنه يلا بقى هزي حالك على أمور مهمة إنك تنظري له بطريقة جديدة والبابا يوحن بولستاني أكمل ما بدأه البابا يوحن بولستاني بموضوع كتير طويل يعني كان عم بيقطوا في كل الوقت ثمار هالمجمع بالحقيقة وكل الخدمة اللي عملها يوحن بولستاني كانت تحت مظلة المجمع الفاتيكان التاني يعني حتى الإرشاد الرسولي رجاء جديد بلبنان يعني هم نعتبره يعني إرشاد مجمع أساقفة المجمع الفاتيكان التاني وصى الأساقفة إنه يجتمعوا دوريا كل مرة حول موضوع معين لحتى يقدروا يوحن بأمور الديني يعني نحن الحدث اللبناني هو ثمرة من ثمار المجمع الفاتيكان التاني بقيادة ولكنه فريد من نوعه ليس كذلك أن يخصص سينودوس معين من أجل بلد معين إلا لأنه في سينودوسات بيتخصصوا من أجل مناطق مثلا آسيا أفريقيا نحن مؤخرا عرفنا سينودوس من أجل الشرق وفي أوقات من أجل بلد معين لبنان لا يعني خلينا نقول إنه مش فريد بمعنى إنه ما فيه غيره بس إنه منع حالة دايمة منع حالة دايمة وقت البابا يوحن بولستاني حب يركز اهتمامه على لبنان ومن هون نحن هلقد متعلقين بالبنان بالبابا يوحن بولستاني كان عم بيعمل أكيد حدث يعني مهم العنوان أيضا لقات اللي قديسته بابا العيلة يعني إضافة أكيد لتوصيفه ببابا الشباب بابا الشباب وبابا العيلة وبابا الجرأة ما تنسي إنه جاي كان البابا من خلفية يعني بولونة تحت نظام شيوعي واشتغل هو كتير لتحرر أوروبا يعني وتحرر شعوبة وكرامة الإنسان يعني مناضل ورا هالوجه من الشباب ومن الإشعاع في نضال طويل البابا عيشه من خلفيته كبولونة وكخورة وكأسكوف وبعدين كبابا وبالنسبة لتوصيف العيلة العائلة كانت تهمه بشكل خاص العائلة وشباب كانوا يهموه كتير يعني كان يحب كتير يحضن يحضن لولاد وقتا يكون نازل بين الناس كتب كتير رسائل بتخص العائلة يعني لأنه كان عارف أنه العائلة بهالأيام بالعالم مرأة بتحديات صعبة وبأوضاع بيسوأ أنه يرجع البابا يدير باله ويلمة لطالما عرف بزياراته والبابا يوحانا بولوستاني بأنه كان يأكد على الحق والحقيقة أداش اليوم هل يعني الكلمتين مهمين على سعيد اللبناني إذا هيك بدنا ننتقل من الموضوع لها هذا كمان من أوجه المهمين بعهد يوحانا بولوستاني هو السفر تعرف قبل كان البابا يقول بورتيكان والناس تجي صوبه البابا يوحانا بولوستاني أطلق الكنيسة الخارج على ما هي تطلع صوب الشعوب يعني يوم 26 منطق وبلد ومن يومتها عمل نسق يعني جديد بكنيسة تخرج نحو الإنسان والعالم محل ما هو وأنا هذه الشغلة بتعزي على إيه نسل الحق والحقيقة نسل الحق والحقيقة يعني أنه كل الحق والحق يحرركم بأن يسوع المسيح أنه نحن نؤمن بالعمق بأنه ما فيش حرية خارج الحقيقة وما فيش حقيقة خارج الحب وما فيش حب ممكن خارج الغفران ما هو كلهم بكملوا بعضهم يعني بس ما فيك تبني لا أوطان ولا مجتمعات ولا تبني أشخاص على عدم الحق على عدم الحقيقة مهما كانت صعبة يعني بهذا المعنى أكيد 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 جريدة المستقبل اليوم مثل سئر الصحف لتناولت الحدث الفاتيكاني وصفته بالكبير والاستثنائي وقالت كبيرة واستثنائية كانت حصة لبنان فيه وهو الذي عنى ويعني لمعظم من تبوأ سدة الباباوية ميزة في الشرق وفي ذاته على السواء لماذا الفاتيكان يعطي لبنان هذه الأهمية فارق بصالح لأنه بيعرف كتير منيح أنه بهالشرق يعني لبنان عنده ميزة خاصة والبابا وصفة بأنه أكثر من بلد يعني شايفين فيه أكثر من بلد أنه رسالة رسالة حوار رسالة حرية رسالة تعايش رسالة تضامن رسالة قدروا فيها المسلمين والمسيحيين أن يكونوا شركاء كاملين في إنتاج مجتمع قائم على العيش المشترك وعلى احترام العدالة والمسلمين والمسيحيين فيه شركاء حقيقيين ببناء المستقبل وهذه بالحقيقة بالشرق يعني لبنان استثناء بهذا الموضوع يعني مش إن هيك كان عطول بابا يقول إنه أكثر من بلد يعني إنه رسالة بأي حال العلاقات يلي نساجها الجالس بكرسي بطرس الرسولي كما قالت المستقبل مع رئيس راحل الشهيد رفيق الحريري وعائلته دلت في الجانب الأبرز والأهم منها على ذلك التوجه الاستثنائي لإبراز معنى الرسالة بوجود لبنان ودوره قبله أيضا البابا يحنى 23 الذي عرف لبنان قبل أن يتبوأ الكرسي الرسولي وزاره بالعام 54 حريصا عليه وعلى دوره المميز بالمنطقة خصوصا كيف عم بيتعاملوا القادة والزعماء اللبنانيين مع الإرث اللي تركوا البابا يحنى بولستاني بهذا المعنى أو التوصية بلبنان الرسال اليوم لكن أنا برأيي بعد ما خرجنا من الحرب ودخلنا منطق السلم ورجعوا اللبنيين يتلاقوا مع بعضهم أكتر كمواطنين وكشركاء يعني خطونا أنا برأيي خطونا خطوة كبيرة باللقاء مع بعضنا من جديد على أساس وطني ومش على أساس طائفي يعني أنه صرنا نلاقي بتجمعاتنا السياسية مثلا تجمعات قائمة على لقاء مسلمين ومسيحيين يعني لأن القسام لم يعد بهذا المعنى طائفي في بل سياسي أبدا أبدا وهذا أنا برأيي ولكنه ما بيخفي شيء من المذهبية يعني بالرغم نقوله سياسي ويكون صراعهم صراع سياسي وما يكون صراعهم صراع قائم على الدين يعني وهيدي شغلة سليمة بالعمل نعم طالما عم تحكي عن المسيحيين برأي أبي صالح صحيح صراعهم سياسي ولكن النفوسهم لم تصفى بعد يعني وهالشي بتمظهر من خلال المواقف والكلمات والخطبات لماذا؟ لأن الذكرى بحياة الإنسان بدأ عطول وقت لتشفى وبدأ عطول وقت لتتنقى يعني شفناها نبش القبور بانتخابات رئاسة جمهورية يعني ورح تدل ترجع طالما يعني بعد متما عم تقول الذكرى هلأ للأسف قويتم استعملون سلاح لمكاسب شخصية منجرح فيها ذكرية الناس اللي أصلا مش ذكرينها بقى ويلي نسيوها يعني وبنرجع متما عم تقول مننبش لقبور يعني بس أنا برأيي يعني نحنا بلبنين بعد ما نشتغلنا كفاية على شفاء الذكرى على أنه نرجع نعمل ذكرى مشتركة مش نايك مثلا مش قدين نكتب اليوم كتاب التاريخ يعني في شي بعض مكسور ما منشفها لأنه بعد ما شغلنا كفاية على الذكرى يعني وأنا بتصور هيدا من الأمور المهمة اللي يجب منكب عليها يعني ككنيسة كسياسيين وككنيسة وكقطاع تربوة لأنه بالنهاية كمان القطاع التربوة ومعنى بتربية الأجيال الجديدة وإنشاء ذاكرة جماعية متصالحة مش متخاصمة مع بعض هل بتشوف أنه الاجتماعات اللي استضفتها بكركة للزعماء الموارني نموذج عن الشارع يعني شكل اللقاء ويمكن الحوارات اللي صارت فيه أو ما انتهت إليه تشكل نموذج عن الشارع أم أنه الايادة بمكان والقاعدة بمكان آخر أنه اللي جربت بكركة تعمله هي أنه تلاقي قواعد مشتركة بتسميها بكركة ثوابت بالعمل السياسي المسيحي بصرف النظر عن الاقتلافات التكتيكية السياسية يعني بيضال في شي مشترك جربت بكركة هي ترجع تجمع في ما يسمى بالزعماء الموارنية يعني أنتك تحفظ يبدو على هالتسميح ما بحب كلمة زعماء موارنة ما بتعتبر أنه بيختزوا الموارنة لا 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 بعتبر أنه فكير موارنة خارج هالأحزاب وأنه هالأحزاب منهم كلهم أصلا الأحزاب الموارنية بشكرك وضعتهم بمصاف الزعماء؟ أنا برأيي يعني كلمة زعيم ما بحبها أنا أصلا لأنه أنا يعني ما بتزعم لشخص أنا بتزعم لأنا ممكن أنه انتمي لتيار فكري لأيام معينة لخيارات بس أنه مين بيجي بترجمة أهلا بيجي بترجمة مش أشخاص يعني مش هايك عندي تحفظ على الكلمة مش أكثر من هايك الإكليريكية البطرياركية المارونية بغزير ومركز الشرق المسيحي للبحوث والمنشورات التابع لكلية العلوم الدينية بجامعة القديس يوسف بيروت تنظم مؤتمر دولي عنوانه المجمع الفاتيكاني الثاني والكلأس الشرقية من 7 إلى 10 أيار بالعام 2014 بجامعة القديس يوسف وسيعقد هذا المؤتمر بمناسبة ذكرى الخمسين لانعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني يعني من 1962 إلى 1965 على ماذا ستتركز أعمال هذا المؤتمر؟ ستتركز أعمال هذا المؤتمر على أنه عنوانه هو المجمع الفاتيكاني الثاني والكنيسة الشرقية كان في فصل بالمجمع الفاتيكاني الثاني مخصص على الكنيسة الشرقية وهذا أمر كان مهم جدا أنه ما بقى نحكي بس أنه روما أنه الفاتيكان ما بقى يحكي بس عن الكنيسة بوجهة اللاتينة وجهة الغربة ولكن كمان اعتراف بالكنيسة الشرقية والكنيسة الشرقية الكاتوليكية وأهميتهم بقلب البشرية ككل والكنيسة ككل فخمسين سنة بعد هالأعمال نحنا ككنيسة ويننا ككنيس كاتوليكية ويننا من بعضنا أول شيء بلبنان بلبنان وبالشرق بس بلبنان أكيدا ونحكي شارق عطول الوقع بيبقى لبناني أكثر يعني فوين الكنيسة الكاتوليكية من بعضها بالشرق وبالبنان وين من باقي الكنيس وباقي المسيحيين وين مع الطرف الآخر الشريك الآخر يلي هو الشريك المسلم والحوار الإسلامي المسيحي خمسين سنة بعد عامل هالمجمع عم نجرب نعمل بلان وينصرنا وبرسبكتيف منظار يعني نستشرق شوي خطة المستقبل خاصة أنه المجمع كانت تاني اليوم عم نرجع عم نشوفه بوجه رسولي أكثر بهالرسالة يلي البابا فرانسيس كتبها يلي هي لاجواد والإبانجيل فرح الإنجيل فمن هون لهون شو صار ومن هون لبعدين شو سيصير من سيشارك في هذا المؤتمر؟ جامعات وإكلريكية غزير وطلاب وشركاء في البحث بمراكز بحث ومنشورات من أجل الشرق في ناجيين شوي من هون وهون من الشرق وبعدين أعماله ستصدر في مجموعة تطبع وبالتنحط من إيدين الكراء والبحثين يعني رح يكون في توصيات تنتج عن هذا المؤتمر توصيات مع قلية تنفيذ أم تبقى توصيات؟ لأن دايما المأخذ على المؤتمرات أنه بيكون في توصيات بس ما في قلية لوضع موضوع التنفيذ يعني بتصور يعني المؤتمر هو أكتر مؤتمر بحث خليني أقول أكتر ما هو مؤتمر عمل مباشر يعني بشأن هيك القلية ما رح يكون في خرط الطريق يعني واحد اثنين ثلاثة بس القلية رح تكون أكتر يعني أنه بهالفترة اللي جاية نشوف أكتر بهالاتجاه ونبحث أكتر بهالاتجاه ونروح أكتر بهالاتجاه هيك الأمور الكبيرة ما رح منخ خرط الطريق تنفذ بواحد اثنين ثلاثة رح تشارك أكيد برامي صالح بهذا المؤتمر هيك بجوجة للأفكار أكيد قبل مشاركتك شو هي أبرز النقاط التي يجب معالجتها على هذا الصعيد بلبناني يعني سواء على الصعيد المسيح المسيحة أم المسيح المسلم لكن هنا في هذا البروغرام بإيدي وفي شوية الأمور اللي رح تجرى في أربع محاور بهالمؤتمر المحور الأول هو الكنيسة الشرقية الكاتوليهية والمجمع الفاتيكان التاني شو جايب المجمع الفاتيكان التاني من جديد على واقع هالكنيسة الشرقية الكاتوليكية نعم في الماضي واليوم وفي المستقبل المحور التاني رح يكون أكتر محور خليني أقول مسكونة يعني حوارة بين المسيحيين بين بعضهم الكنيسة الشرقية كيف تتعلم تكون أكتر على تعدديتها كنيسة وحدة على تعدديتها كيف تتعلم تتشارك مع بعضها بمصير واحد كيف هي بقلب الكنيسة بتشتغل بقلب سينودوس طعفة بكنيسة في شي سينودوس يعني ما في استفراد بالرأي في مشاركة في نتعلم مع بعضنا نكون كنيسة هذا المحور التاني اللي حيكون المحور التاني رح يكون أكتر محور إسلامي مسيحي كمان انطلاقا من المجمع اليوم الحوار الإسلامي المسيحي بعد الفاتيكان التاني شو هن المنجزات اللي صاروا وشو خلطة الطريق للمستقبل هون في خلطة الطريق رح يكون أكتر مفصلة يعني والمحور الرابع رح يكون أكتر محور رعوي محور تنفيذة يعني قائم أكتر على أمور كنسية رعوية مننا فرح الإنجيل والأنجل الجديدة مننا تنشئة الكهنة أو تنشئة العلمينيين بالعمل الرسولي ومننا كمان التعليم المسيحي والكنيسة الكاتوليكية في لبنان فهو المحور الأربع إذا بدك يعني محور تاريخي محور خاص بالكنيسة إكليزيولوجي محور إسلامي مسيحي ومحور الرعاوي بعد الفاصل مباشرة سنعود لمتابعة حديثنا هل لبنان يحتاج لمعجزة من القديسين من أجل انتخاب رئيس الجمهورية بجلسة الأربعاء المقبل أم أنها ستكون كالجلسة السابقة أي لا رئيس فيها لحظات ونعود وينضم إلينا مباشرة بعد الفاصل النائب باسم الشاب